الليزي كيك من الحلويات المفضلة عندي من أنا وصغيرة أد ما عملت حلويات جديدة بيضل هو على القائمة للحلويات المفضلة كتير سهل ولزيز وبحب كتير طعمة الشوكولات والبسكويت اللي فيه اليوم هنعمل بطريقة جديدة هنعمل كرات الليزي كيك هالطريقة بتخليكن ترتاحوا من التقطيع والتقديم كل واحد بيشيل كرة وبياكلها ونكها جدا لزيزة يلا خلونا نبلش السلام عليكم معكم سارة في المطبخ بيلزم لنا باكي بيسكويت الاجستف وزنة 250 جرام على جناب منحط 5 ملاع أكبار حليب سائل بالإضافة ل3 ملاع أكبار كاكاو بودرة غير محلة ملاقتين كبار حليب بودرة بالإضافة ل5 ملاع أكبار من السكر ونخلطهم مع بعضهم منيح ونحطهم على نار كتير هادية لحتى يمتزوا سوا بشكل كامل بس الدوب المكونات منضيفها عليها 5 ملاع أكبار من الزبدة ونصف كوب من الشوكولات أي نوع نحنا منحبه منقطع وقطع ومنحطوا مع المكونات على نار كتير هادية منخلطهم مع بعضهم لحتى نتأكد إن الشوكولات والزبدة دابوا بشكل كامل وهيك بتكون جهزة الصاص معنا منطرت بس شي دقيقتان 3 حتى تخف حماوت الصاص ومن بعدها منصب الصاص على البيسكوي ومنخلطهم مع بعضهم بشكل منيح تتحصلوا على كرات ماسكة بشكل أكتر بنصحكم آخر مرحلة تشتغلوها بالإيدان حتى تقدروا تحطوا المكونات كلها عبعضها يعني الصاص تنتزج بشكل كامل مع البيسكوي ويطلع قوامة ماسك أكتر لتغليفة الكرات حنحط أربع ملاع أكبار من البيسكوي المطحون بسكوي شوكولات عم استخدم مع ملعقتين كبار من برش جوز الهند بنخلطهم مع بعضهم ومنضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة من الكاكاول بودرة غير المحلة ومنخلط بإيدينا بهيدا الشكل حتى جوز الهند ياخدوا شوية لون خفيفة من الكاكاو بصير بيطلع عنا هيدا الشكل شكل كتير حلو للتغليف ونكهتون لذيذة حطيت خليط اللايزي كايك 15 دقيقة تقريبا بالبرات حتى جمد شوية أكتر وصار سهل إنه يتكور حطوا بالبرات بس تحسوا إنه صارت سهلة تمسك بين إيديك ونوتكوروها يعني صار جاهز تشتغلوا فيها منكور كل الخليط عنا حتى تخلص الكمية وهيك من كون خلصنا الكورات فيكن تقدمونا هيك مباشرتان وفيكن تحطوا عليهم التغليفة أو أنتو بتغلفوهم بعي شي إنتو ع بالكن ياه ما تشتغلوا بالكورات إلا ما تتأكدوا إنه صارت ماسكة على بعضها منيح وبرد الخليط عنا مش إن تتشكل عندكم بشكل سهل تتغلف كمان بشكل سهل تغليفة شكلة كتير حلو نكهتة كتير لزيزة بنصحكم تعملوها تغير عن التغليفات اللي منعملة بالعادة وفيكن تتركوا قصم من دون تغليفة وتقدموا بهيدا الشكل كتير بيطلع شكله حلو هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو لليوم صحتان وهنا اشتركوا في القناة